والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز وصلنا مع بعض لكنوز الأخلاقيات في أخلاقيات ممكن لما تيجي تمارسها البعض ينكر عليك ينكر عليك لعدم استيعابه لجمال الخلق ده مش لإنكاره أنك أنت عملت خلق قبيح إنما أنت عملت حاجة هو ما خدش باله قد إيهي عالية فكأن كما يقول الناس يعني الخبر يقولك المرء عدو ما يجهل فهمش فهم إيه ده فيقولك ما بداش تعمل كده كلام ده بينطبق على الإحسان الإحسان هو إكرام من لا يستحق والعفو عن من لا يستحق وإعطاء من لا يستحق فهو عطاء وإكرام وعفو فوق الطبيعي وربنا سبحانه وتعالى تكاد طبعا الإحسان هي كلمة ليها معاني كتير في الشريعة سأكلمك على خلق الإحسان اللي أقصده ده إنك بوعي واحد يقولك أنت إزاي تسامحه هو ما يستحقش أو إزاي تكرمه هو ما يستحقش فأنت جواك تبقى أي الآمنة فيه أنا بعمل حاجة مش مرتبطة بالعدل ما يستحق يبقى أنا لما أكرمه بدي له حقه لما ربنا قال في القرآن إن الله يأمر بالعدل ده مستوى والإحسان ده مستوى تاني وبالتالي خلق الإحسان النهاردة هو واحد بيعمل تصرف فوق الطبيعي وهو مدرك أنه فوق الطبيعي لكنه بيتقرب بهذا الخلق كنز الإحسان إلى الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن ده أعلى درجات العبودية لما سئل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كأنك تراه فإن تحاسس بإحساس الحضور مع الله فبتضول على أشيك وأرقى وأجمل سلوك مع الخلق عشان ربنا يشوفك اللي أنت على يقينه شايفك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مصدر الإحسان العطاء لمن لا يستحق ومسامحة من لا يستحق والعطاء فوق الطبيعي ده مصدره آية في القرآن الموحدين لما بيبصلها بيفتكر نفسهم قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك هو أنا اللي أنا فيه ده أستحقه هو أنا أستحق إن ربنا يسمحني على غلطاتي اللي عملتها بنعم ربنا وهو شايفني هات الكلام ده على وراء وألم وإيس فضل ربنا وإجرامي لا ما يستحقش طب هو أنا أستحق العطاء المادي اللي أنا فيه ده هل مجهودي اللي بعمله واخد على قده ولا ربنا مديلي نعم في حاجات كتير قوي هل كل نعمة أنا نسيت أشكرها ربنا أخدها ولا أمبرك لي في نعم ما بشكرهاش وكمان بعصي بيها هل أنا هل أنا لقدنا ربنا أحسن لي قوي وبالتالي أنا بعامل الخلق كما أحب أن يعاملني رب العالمين مش بس كده أقف مع اللحظات اللي ربنا اتكلم فيها عن كنز الإحسان هتلاقي ربنا تكلم عن الإحسان وقت ما الناس تتوقع أنه ما يتواجدش ويقولك لو أنت عايز تعرف مقامك عندي احسن هنا والناس ممكن تنكر عليك زي إيه مثلا قال تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان لحظة واحد اتنين اتطلقوا يعني مجاوزين اتطلقوا مرتين اتخنقوا كتير وبينهم خلافات كتير أو حتى اتطلقوا مرة واحدة ما هو الطلاق ده ما بيجيش وإحنا عادينا في التكييف ده احنا متخنقين ومختلفين والعائلات دخلت وخلاص احتدم الفراق فربنا بيقول لو هتبقوا مع بعض يبقى بمعروف بأخلاق حلوة طب لو هتسيبوا بعض مش علموا على بعض مش عقدوا بعض من الجواز قالة أو تسريح بإحسان سيب أشيك وقلطف ذكريات وانتو بتسيبوا بعض احتراما لالله اللي ما بينكم واحتراما للعشرة اللي كان فيه بنا في يوم من الأيام لقم تعيش عشان كده صلى الله عليه وآله وسلم خلينا نقول القرآن الأول ربنا سبحانه وتعالى قالك إن الشخص المحسن ده ليه كنز الكنز ده إيه قالك المعية والحب تمام المعية وكمال الحب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون على فكرة هو ربنا مع الجميع ربنا مع العاصي والطائع والمؤمن وغير المؤمن بس دي بيسموها المعية الخاصة معية تشعر أنت بها لأن في ناس كتير جدا ربنا معهم بسهم مش حسين لكن الخواص يحس بكمال المعية مين بقى اللي هيحس إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وفي الآية التالية قال تعالى إن الله يحب المحسنين المحبة الكاملة ليه؟ لأنك أنت عملت اللي فوق بشريتك البشرية فيها نوع من عايز كل حاجة ليا ولو حد دي إني عايز أنتقم عشان أشفي غليل أنت مش كده خالص أنت عمل تفكر نفسي ربنا يعملني إزاي وعايز تعمل دمع الخلق حتى إذا نظر الله إليك رأاك في كمال العبادة فلما تروح له مش لما تروح له وإنت في الدنيا يعطيك فوق ما تستحق ويسامحك وأنت لا تستحق ويبقي في يدك النعمة وأنت لا تستحق ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل فافتكر كده كنت في رحلة حياتك كنز الإحسان ده ولما تلاقي حد بيلوم عليك ابقى افتكر جوه قلبك أن أنت بوعي أنا بعمل كده لأن ربي قال لي وأحسن كما أحسن الله إليك